اكتر مشكلة بتقابل اي حد بيفكر يخش مجال اليوتيوب او ان هو ينشئ قناة علشان يبقى يوتيوبر في المستقبل هي تحديد نوع المحتوى اللي هيقدمه في هذه القناة وبيكون دايما مشتت ومش عارف يحدد بالزبط هدفه على هذه المنصة وايه هو اللي هيقدمه في القناة بتاعته فالسؤال المشهور دايما اللي بيجي على بال كل واحد بيفكر ان هو يكون يوتيوبر في المستقبل هو ان انا ازاي اقدر احدد المحتوى اللي هقدمه على القناة وده في الغالب اللي بيأخر ناس كتيرة جدا 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 أن هي تبدأ في مجال اليوتيوب أو أن هي تبدأ في القناة بتاعتها بالتأكيد ده هيكون موضوع حياتنا النهاردة من برنامج التحيل العشوائي فسريعا سريعا كده لايك للفيديو وتأكد أنت مشترك في القناة وانفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوات الجديدة معكم محمد الفئي من برنامج التحيل العشوائي أهلا بيكم مرة تانية في الحلقة ده اللي فاتت علمنا ازاي نعرف اي نوع المحتوى المتواجد على اليوتيوب أو أنواع المحتوى المختلفة المتواجد على اليوتيوب وبالتالي بقى عندنا دلوقتي السكيلز أو المهارة أن احنا نقدر نحدد المحتوى اللي احنا بنتفرج عليه ده هل هو محتوى تثقيفي ولا محتوى تعليمي ولا ايه بالزبط فبالتالي نحنا نختار محتوى نقدر نقدمه ده هيكون أسهل بعد الحلقة دي كمان فلو انت متفردش على الحلقة اللي فاتت انصح تتفرج عليها من حرف الآي اللي هيزهر لك هنا دلوقتي علشان تعرف احنا بنتكلم عن ايه بالزبط ويكون الموضوع اسهل بالنسبة لك زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة ان اكتر سؤال او مشكلة بتعطل اي حد ان هو يبدأ على هذا المجال او ان هو يبدأ ان هو ينشر القناة بتاعته على اليوتيوب هو تحديد المحتوى مش عارف يقدم ايه بالزبط لان هو معجب بحاجات كتير جدا او عنده مهارات في حاجات كتير جدا ولكن مش قادر يحدد ايه المجال اللي يخش فيه واستمر فيه على هذه القناة فحلقة النهاردة من بنامج التحليل على شوية هتكون حلقة خفيفة شوية او لايت يعني لان احنا تعودنا طبعا الحلقات هتكون بالنص ساعة وبالتلت ساعة لكن الحلقة النهاردة هتكون اخافي بكتير جدا اتمنى ذلك يعني انا لسه بصور فبالتالي هتعلمك الاسكيلز او المهارات الاولية او الاساسية اللي تخليك تقدر تحدد المحتوى اللي انت تبدأ فيه فالموضوع بمنتهى البساطة سهل جدا ومكون من ثلاث خطوات بس وخلينا نشوف الخطوة الاولى علشان من ضيعش وقت اكتر من كده اول نقطة معنا النهاردة واللي لازم تبدأ بيها هي التغذية البصرية يعني ايه التغذية البصرية؟ بمنتهى البساطة هي ان انت تتفرج على محتويات كتيرة جدا 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 على اليوتيوب وخد وقتك ان انت تتفرج على كل حاجة ولما اجي اقول لك كل حاجة فانا بقصد حرفيا كل حاجة يعني تتفرج على المحتويات الخصة بالتكنولوجي خصة بالتعليم خصة بالثقافة خصة بالكميدي خصة حتى التفاهة هتفرج عليها ما عندك مشكلة خالص لان انت من كل هذه المحتويات هتلاقي في بعض المجالات سواء مثلا ثقافة او علم او اي حاجة بعض الحاجات كده او بعض المحتوى ما عندك في مشكلة ان انت تتفرج عليه بالساعات وطبعا بأنك أنت تعلمت في الفيديو اللي فات أنواع المحتوى المختلف وإنت بتتفرجها هتلاقي نفسك بتعرف تحدد كل محتوى عن التاني هو عبارة عن إيه بالزبط من وسط كل المحتوى دي كلها هتلاقي إن الموضوع بدأ يقل معاك أو إن أنت بدرجة استمتاعك بتقل ببعض المحتوى المعينة المتواجدة سواء مثلا محتوى تصطيفي أو محتوى علمي أو أي محتوى من المحتوى الموجودة هتلاقي نفسك بتستمتع ومش بتملأ أبدا من المفرجة أو المشاهدة على بعض الفيديوهات وفي الغالب ده بيكون عبارة عن محتويين أو ثلاثة بالكتير جدا مش أكتر من كده لأن العقل البشري مش بيقدر أن هو يستوعب أكتر من ثلاث محتويات بيركز معها وأن هو يستمتع بيهم بعد ما تكون اخترت اتنين أو ثلاثة من المحتوى المحتوى المتواجدة على اليوتيوب ده اللي بقى اللي هينقلنا للمرحلة التانية أو النقطة التانية اللي هنتكلم عليها دلوقتي النقطة التانية معنا النهاردة هي قياسة الموهبة يعني باختصار شديد جدا المحتوى اللي انت اخترتها في البداية واللي انت كنت بتستمتع بيها اللي هو اللي نحن لسة مكلمين عليها في المرحلة الاولى أو في النقطة الاولى هتبدأ تيئيس المحتوى ده على موهبتك الشخصية وتبدأ هنا تطور من موهبتك الشخصية علشان تبدأ تشوف هل انت تقدر تمشي في واحد من دول ولا مش تقدر ان تمشي في واحد من دول يعني على سبيل المثال انت مثلا استمتعت ان انت تتفرج على الريفيوهات بتاعة الموبايلات او مراجعة الموبايلات او مراجعة الكمبيوترز والكلام ده كله. طيب ابدأ ازاي بقى ايس المحتوى? هل انا اقدر اقدم هذا المحتوى ولا لا? تمام? هتقيسه ازاي الكلام ده? هتبدأ ان انت تعمل على الانترنت وهتشوف مسلا نوع موبايل معين. هتبدأ تجمع عليه معلومات كتيرة جدا. لو لقيت الموضوع سهل بالنسبة لك ان انك تتجمع المعلومات وطبعا دي بتيجي مع الخبرة وبتيجي مع الوقت ادي لنفسك الوقت الكافي ان انت تقدر تتعلم هذه الموهبة او ان تتطور من هذه الموهبة. وابدأ زاكر المحتوى نفسه وطور من مهارات البحث بتاعتك علشان تقدر ان انت لو حابب تعمل اي محتوى مسلا خاص بمجال محدد او خاص بحاجة معينة تقدر تعمل على الانترنت على جوجل او اي موقع آآ ان انت تطلع على المعلومات اللي تبدأ تغذي بيها المحتوى بتاعك او تغذي بيها الحلقة بتاعتك. هتلاقي الموضوع في البداية بدأ يكون صعب شوية وده دي مرحلة التطوير او مرحلة تطوير اللي عندك او مهاراتك في البحث ان انت تجيب المعلومات وان انت سهل ان انت ترتب هذه المعلومات عشان تقدر ان انت تقدم الحلقة بتاعتك على اليوتيوب. وبرغم ان انت عندك اتنين او تلات محتويات انت كنت اخترتوهم من النقطة الاولى علشان تقدر تذاكر عليهم او ان انت تشوف هتقدم ايه منهم. وبرغم ان انت كمان متستمتع جدا بالمحتوات دي او عندكش اي طريقة من الملل ان انت بتحصل لك لما تيجي تتفرج على هذه المحتوات. في الاخر خالص هتلاقي فيه برضو محتوى واحد بس هو اللي معلق معاك. وبتلاقي نفسك ان انت قادر ان انت تشتغل عليه. ازاي الكلام ده? هنقول مسلا على سبيل المسال انت لقيت ان المحتوى بتاع مراجعة الموبايلات ومراجعة الكمبيوتر مسلا او هنقول مراجعة الموبايلات ده اللي هي التطقيفي مسلا. وعندك اللي هو التعليمي ان انت تشرح للناس لو انت عندك موهبة معينة مسلا في التصميم او موهبة معينة مسلا في الديشتال ماركتنج او اللي هو كشغل الديشتال ماركتنج. تمام? اه وحاجة تالتة ان انت عايز اه تجيب معلومات الاخبار الموجودة حاليا وتتكلم عنها بطريقتك وباسلوبك كنوع من انواع الاخبار او المعرفة. فتلاقي ان اثلا التلات حاجات دول اكتر حاجات بتشدك. بس في مرحات المذاكرة او مرحات تطوير الزات او التطوير اللي هو المهارات بتاعتك في البحث. هتلاقي ان فيه بعض المحتوات من دول سهل ان انت تلاقي المعلومات بتاعتها بسهولة. وما بتاخدش منك وقت كتير او مجهود كبير. فهتلاقي مسلا انت قادر تجيب الاخبار او اخر الاخبار عندك اكتر من مصدر ان انت تلاقي اخر الاخبار او ان انت تقدر تجيب انواع الموبايل والحاجات بتاعتها او المميزات بتاعتها بمنتهى السهولة. بالتالي في الاخر خالص هتلاقي اختيارك واقع على حاجة معينة لقيت نفسك ان انت مستمتع بيها وسهل ان انت تجيب المعلومات بتاعتك عشان تقدر تقدم المحتوى ده على القناة بتاعتك في الفترات الجاية المدة طويلة جدا النقطة التالتة والاخيرة النهاردة معانا هي التدريب بدون كاميرا طيب ليه اتضرب بدون كاميرا ما انا ممكن احط الكاميرا قدامي وابدأ اتضرب عليها هقولك لا لان ان انت تقف قدامي الكاميرا الكاميرا نفسها لها رهبة معينة كده دي هننتكلم عليها في قصة تانية خالص ونبدأ ان نتضرب عليها اصلا في المرحلة تانية ولكن ان انا بقولك اتضرب بدون كاميرا يعني انت تبدأ كي انك تعمل فعلا حلقة كاملة ان انت خلاص اخترت المحتوى اللي انت عايزه او ان انت مستمتع به بدأت تتضرب عليه في المرحلة التانية على موضوع ان انت تعد الحلقة نفسها او ان انت تجيب بقى المعلومات طويلة بتاعتك او اللي هي المنبعة اللي انت تجيب منه المعلومات وبعدين تجيب المرحلة التالتة هي اعداد الحلقة نفسها او ان انت تتضرب عليها او على القائها وهنا انت لسه اول مرة تعد حلقة فمش عارف هتعدها ازاي وان معلومات اللي ممكن تحطها وتتكلم عنها ازاي هنا بقى بيجي مرحلة او بيجي نقطة ان انت تتابع كل الناس اللي بتقدم هذا المحتوى يعني مثلا انت لو اخترت المحتوى الريفيوهات الموبايلات شوف كل الناس بتقدم محتوى ريفوليوهات الموبايلات وتتتابعهم بمتابعة دورية وتشوفهم بيتكلموا ازاي برضو هنا هتلاقي فيه كذا حد منهم بيتكلم بستايل معين او طريقة معينة بالنسبة لك الموضوع شدك وحلو جدا بالنسبة لك وقريب من شخصيتك او هتمثل قدام الكاميرا او ان انت تاخد جانب معين لان انت مثلا شفت اليوتيوبر ده عليه اقبال كتير جدا او كبير جدا من الناس فبتحاول تقلده او ان انت تعمل محتوى لان مع مرور الوقت الناس هتحس بكده هتحس ان انت على طبيعتك ولا بتمثل فعشان كده بقول لك تابع الناس دي كلها عشان تعرف هما بيعدوا الحلقة بتاعتهم ازاي وبيتكلموا عن ايه الاول مسلا بيتكلموا الاول عن شكل الموبايل وعلى كده بيتكلموا على الخصائص بتاعته من جوة ولا العكس ولا الكلام ده كله بالتالي انت بتجمع بسلا تعمل حلقة فعلا على ارض الواقع بتشوف موبايل معين وتبدأ ان انت تجمع المعلومات عنه زي ما انت اتدربت في النقطة التانية وتشوف بقى اصلا هتتكلم على النقطة دي في الاول او هتتكلم على الشاشة في النقطة التانية وهتتكلم على الحاجات الداخلية في النقطة التالتة وهكذا 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 وهنا بما ان انت بتتابع يوتيوبرز كتير في نفس المجال ده هتبدأ برضو مش عايب انك تاخد منهم بعض الكلمات زي مثلا الانترو هما داخلين مثلا زي بيرحبوا بالناس او ان زي ما هو بيحسهم ان هما يشتركوا في القناة مثلا ويفعلوا زي ريجارز زي ما أنا دايما بقولوكوا كده اشترك في القناة وفعل زي ريجارز فبما انت لسه مشتركتش دلوقتي يا ريت تشترك واللايك بتاعك ما تنسوهش بالمرة يعني بما انت بتتفرج يعني فبالتالي بعد ما تعمل كل الكلام ده كله اختار بعض الكلمات اللي تلاقيها سهلة عليك ان انت تقدمها لما تجمع كل الكلام ده كله خلاص انت عدت الحلقة وخلاص جاهز ان انت تقف قدام الكلام وتقولها برضو متى متقدمهاش قدام الكاميرا طيب هقدمها ازاي اوف قدام المراية وابدأ اتكلم وابدأ يعني اعد الحلقة خلاص ابدأ تتابع الحلقة اللي انت عدتها دلوقتي وابدأ اتكلم فيها طيب ليه قدام المراية لان فيه حاجة اسمها بادي لانجويتش بادي لانجويتش اللي هو الحركة نفسها بتاعت جسمك او طريقة عينيك او طريقة اه تعبير وشك وانت واقف قدام الكاميرا لو انت واقفت قدام الكاميرا ولسه اول مرة تتدرك بتلاقي الموضوع صعب جدا لكن لو انت وقفت قدام المراية هتلاقي في بعض الحركات ان انت يعني اوكي بالنسبة لك انت متقبلها او حاببها ان انت تقدمها قدام الكاميرا فلو عملت كده قدام المراية هتلاقي الموضوع بالنسبة لك بقى سالس جدا ودربت اكتب من مرة على القاء هذه الحلقة او هذا نوع من هذا المحتوى هتلاقي نفسك كمان بدأ الرهبة الكلام نفسها قدام الكاميرا قدام الناس يعني تخف شوية هتلاقي فيه العثامة في البداية في الكلام بتنسى بسرعة الحياتي كلها بتحصل لنا كلنا او اي حد بدأ على يوتيوب لحد الوقت انا شخصيا ما بقليش كتير على يوتيوب مثلا بقليه اقل من كم شهر يعني مثلا حوالي ست سبع شهور او سنة بالكتير لسه مكملتش سنة فبالتالي لسه فيه شوية حاجات بتقع مني وانا واقف قدام الكاميرا ولو حد تابع اخر اول فيديو انا نزلته واخر فيديو انا بنزله هتلاقي فيه تطور كتير جدا حتى في الاداء نفسه وانا واقف بتكلم مع الناس فدي بيجي مع الوقت ولكن انا بقولك اتضرب من الاول قدام المراية هتكسر شوت كبير جدا او هتقطع شوت كبير جدا وبعد كده ابدأ بقى خلص انت تعودت تتكلم قدام الناس وتعودت ان انت ازاي تخش عليهم بكلام معين وتعودت ازاي تقفل الفيديو برضو بكلام معين انت تحس الناس ان هم يقفلوا مسلا يعملوا وقصدي لايك وشير وكومنت والكلام اللطيف اللي احنا المرحلة الاخيرة ان انت اجيب الكاميرا وتحطها قدامك وتبدأ تصور ولكن تبدأ تصور وما تنزلش المحتوى تمام حط الكاميرا او ما تحط الكاميرا كل اللي انا اتكلمت فيه في الفترة اللي فاتي دي كلها كله هيتمحي نهائيا ليه لان انت خلاص انت رهبة الكاميرا بتكون قصة تانية خالص شفت بقى التدريب اللي انا كنت لسه بقولك عليه انك تقف قدام المراية وتقعد تلقي الحلقة كلها او كأنك واقف قدام الجمهور بتاعك في في اليوتيوب وبتقول الحلقة كلها ده في البداية او انت واقف قدام الكاميرا هتنسى شوية ولكن الفترة اللي انت هتبدأ تتذكر فيها كل حاجة سواء الحركات او الكلام او الكلام ده كله هيكون اقل بكتير جدا من انت تقف قدام الكاميرا وتلقي الحلقة بتاعتك كلها فبعد ما انت تكون عملت الكلام ده خلاصة بتكون بتشوف الحلقة بعد ما تخلصها او الفيديوهات بعد ما تخلصها وبتشوف هل فيه اخطاء ولا لحسن ان فيه اخطاء ابدأ اعدلها وجرب تاني تصور وهكذا وفي الاخر خالص هتلاقي نفسك بدأت تقتنع شوية بالاداء بتاعك بعد ما تقتنع شوية بالاداء بتاعك ابدأ ان انت بقى انشر الحلقة بتاعتك على اليوتيوب او الفيديو بتاعك على اليوتيوب يبقى نقدر النهاردة المنتهى البساطة ان احنا نلخص الحلقة بتاعتنا في تلات حاجات اول حاجة انك تشوف فيديوهات كتيرة جدا عشان تحدد المحتوى اللي انت بتستمتع به او اكتر محتوى انت بتستمتع به اتنين انك تطور من مهاراتك البحثية علشان تقدر ان انت تجي معلومات من الانترونت تتغذي بيها المحتوى بتاعك او الحلقات الجاية اللي انت هتقدمها مستقبليا في اليوتيوب وثلاثة انك تبدأ ان انت تشاهد الفيديوهات التانية الخاصة بنفس الكمبيتورز او نفس المنافسين بقى المفروض ان هم يكونوا منافسين بالنسبالك علشان تقدر تتعلم انهم طريقة الالقاء وتبدأ ان انت تعمل حلقة او تعيدت حلقة من الاول الاخر وده بيكون برضو تدريب وبعدين تخشها تدريب قدام المراية علشان تقدر ان انت تاخد الكاركتر نفسه بتاعك ان انت تقف بيه قدام الكاميرا وده اللي بيقاهلك لمرحلة الكاميرا انك تقف وتقصر حاجز الخوف بتاع الكاميرا وهقول لك كلمة اللي لازم تحطها حلقة اوفدنك هو ان انت تختار محتوى واحد تكون بتحبه وعمرك ما بتمل منه علشان ده هيكون سبب استمرار القناة بتاعتك وسبب نجاح القناة بتاعتك اصلا طيب دلوقتي انا اخترت مجال محدد تنطبق عليه كل هذه الشروط ودرت ان انا حدد المجال بالزبط او المحتوى بالزبط اللي انا هقدمه في القناة السؤال هنا بقى ازاي ابدأ بطريقة صحيحة علشان اقدر انجح فعلا في مجال اليوتيوب بالرغم ان فيه ناس كتيرة جدا متواجدة بتقدم نفس المحتوى بتاعي فده بقى هيكون موضوع حالاتنا المرة الجاية علشان كده بقولك اتأكد انت مشترك في القناة وانفعل زر الجرس عشان يوصل لكل الفيديوات الجديدة وطبع ما تنساش اللايك بتاعك الجميل وكومنتك اللطيف وشير عليك جروب على الفيسبوك كان معكم حمد الفيه من برنامج التحيل العشوائي